اهلا بكم في فيديو جديد موقع او تطبيق توكن فيزيت للربح من خلال التداول عبر الذكاء الاصطناعي وتكون اتكلمنا قبل كده عن الموقع وعن التطبيق في فيديو في الفيديو الاولاني قلنا ان الناس اللي روجت للتطبيق الناس مالهاش علاقة بالموضوع بمعنى انا مجالي او تخصصي هنا في القناة مثلا بنتكلم عن ربح من الانترنت فما ينفعش ادخل مرة واحدة اتكلم في السياسة صح هم كذلك هم بيعملوا اكتات على تيك توك حاجات زي كده ومرة واحدة ظهر لنا او بدأوا ان هم يقولوا لك ادخل وحتكسب وربح مضمون فيديو في وسط عشر تلاف فيديو مختلف وناس كتيرة سجلت من خلال كل واحد منهم طبعا ولكن قلنا يا جدعان لو عايز اننا نغامر نغامر مفيش مشاكل وغامرنا بالفاعل وحطينا فلوس ولكن بعد فترة قلنا يا جدعان ان الموقع فيه شبهة الحرمانية وعشان كده انا سحبت فلوسي اللي كانت في الموقع او الجزء اللي انا حطيته وما ليش دعوا بالارباح في ناس سجيت من خلال ولكن خلاص سبنا الفلوس في الموقع وطلبنا من اصدقائي اللي سجلوا من خلال اللينك بتاع ان هم يسحبوا برضو رأس المال بتاعهم وخلاص كده وكفى الله المؤمنين القتال اللي حاصل دلوتي ان الفلوس اللي موجودة لك على التطبيق حرافيا طلعت كده الطبيع ان اي ربح بطلع كده لا دي طلعت كده ازاي لانه التطبيق عامل عملة اسمها توكن فيزت دينار عملة التطبيق العملة دي تسعرها انا مش عارفه كم ولكن تقريبا خمسة دولار ستة دولار عشرة دولار يعني كل يوم في سعر طالع نازل نازل طالع وحاليا هي في اوج او في اكتر وقت هي غالية فيه اللي هي توكن فيزت دينار والتحويل تقريبا في التطبيق متاح ان انت تتحول من هنا الهنا يعني الناس اللي شغلها في التطبيق عارفه انا بتكلم فيه المشكلة ان الناس مش عارفة تسحب الناس مش عارفة تسحب فلوس تدخل تكلم خدمة عملة الطبيعي او كان الاول بيحولك على جوجل كروم وتتكلم مع اتنين واحد اسمهم خالد والتانية اسراء تقريبا المهم يعني دلوقت ما تيجي تدخل على خدمة العملة عشان تتكلم معهم وتسأل مسلا لان السحب او الفلوس ما بتوصلش ليه السحب يوقف ليه الكلام ده كله بيحولك على تليجرام اكاونت المفروض انت تتكلمه لأسف الشديد اكاونت ده ما برودش على حد خاص تقريبا عمليين جروب برضو على تليجرام كل يوم ينزلوا حاجة جديدة انت تسحب فلوسك زي او تعميلي عشان تسحب فلوسك في الاول قالوا عشرين في المية لازم ان تدفع عشرين في المية من طيمة الفلوس بتاعتك عشان كده او ده سبب رئيسي ان العملة بتزيد بمعنى انت لو معاك مية من التوكن فيزي دينار ديت عملة التطبيق يعني العملة دي كان سعرها اقل من نص دولار تقريبا بعد طبعا مع الوقت زادت او في اخر شهر تفعت بشكل مهول والاسباب اللي خلتها مرتفعة يعني او سعرها غالي انه التطبيق هو اللي بيغليها هي عملة محدش معترف بها اصلا ولا لها اي قيمة غير في التطبيق انت ممكن تتحول لها في التطبيق برضو لكن مش هتستفد بحاجة المهم يعني ان العملة ديت سبب ازديادها ان هم عايزينك تدفع عشرة او عشرين في المية زي ما هم قالوا في الاول وبعد كده خلوها عشرة لان ما فيش حد هتفع عشرين في المية من خمس تلاف دولار مسلا من عشر تلاف دولار من حداشر الف دولار يعني ارقام كبيرة جدا موجودة بسبب العملة ديت العملة ديت انا مش معترف بيها بكل تأكيد ناس كتيرة جدا نفس الكلام بتاعي انا مش معترفة بالعملة ولكن على امل ان هم يسحبوا انت دلوقتي تسمع كلام التطبيق او الموقع اللي بيقول في تليجرام وندفع عشرين في المية او عشرة في المية هو حاليا بيقول لك تدفع عشرة في المية من المبلغ اللي موجود يعني انت لو معاك مسلا الف دولار فلازم ان تدفع مية دولار طب دفعت المية دولار هسحب لأ مش هتسحب صدقني مش هتسحب لانتا وهلانا ولا غيرك انا ليه فلوس ما هو قدامك كده يعني ارقام كبيرة طبعا انا قلت لك ان انا خلاص بطلت من وقت ما انا قلت للناس ان الموضوع في شبهة حرمانية الفلوس ديت ناس كانت مسجلة من خلالي والناس اللي سجدت من خلالك كان فيه ناس لست شغالة فالفريق بتاعي بيزيد يعني انا قلت لك ان الموضوع هرمي وان الموضوع طبعا يعتبر ربا فعشان كده ما تكلمناش او ما كملناش في الموضوع يعني والموضوع فيه فلوس كتيرة ولكن بدون اي جدوى حاليا في الفترة اللي انا قلت اجد عاني اسحبه فلوس كان عادي تسحب وتحط ببعتك مفيش اي مشاكل فاللي انا عايز اقوله لك انت لو شغال على التطبيق وليك فلوس على التطبيق يا صاحبي الله يعوض عليك بكل تأكيد او ربنا يعوض عليك اوعى نصيحة مني اوعى تحط فلوس عشان خاطر تسحب لو هينفع تسحب من غير ما تحط الفلوس اوكي مكفيش اي مشاكل اسحب فلوسك يا صاحبي انما تحط فلوس عشان تسحب فلوسك اللي هو ازاي فهمني يعني انا اصلا لي عشر تلاف خد منهم يا عمي خد منهم الف بلاش بلاش عشرة في المية خد نصهم يدينوا نصهم على الاقل مش تقول لي حط فلوس عشان خاطر ازاي يعني اودنك منين يا جوحة فالموضوع كله فيك يا جدعان التطبيق اصلا فترة قليلة هيقفل بكل تأكيد بعد اللي حصل دوت لانه ده مش عطل ده مش خلل هم بيقفلوا حاجة حاجة تدريجيا اقفلوا الساحب بعد كده اقفلوا خدمة العملة تليجرام ما بيردوش على حد الجروب اللي هم عاملينه اصلا بيقول لك بلاش حد يتكلم مع حد في الخاص اللي هو ازاي يعني انت همالك بي اتكلم من اللي انا عايزه فهو بيحاولوا ان الناس مش عايزين يعملوا ضجة عن الموضوع عايزين يقفلوا مرة واحدة كده وكل سنة طيب وقبل ما يقفلوا ما يكونش حد متكلم عن موضوع انا انا عارف في ناس زي ما قلت عندها مبالغ كبيرة جدا ولكن ربنا اعوض عليك يا جدعان نصيحتي الاخيرة او اللي عايزة اقوله لك في اخر الفيديو وبلاش تحط فلوس في الموقع او تعمل اداء عشرة في المية خمسة في المية لو قال لك واحدة في المية لو هتحط فلوس برضو صدقني التطبيق مش هديك اي حاجة لانه لو عايزي تديك كان اداك بدون اي شروط زي ما هو كان شغال في الاول بس كده ده تطبيق تكون فيزيت للناس اللي طابت من يتكلم عن التطبيق واللي بيحصل فيه والحوارات الكبيرة لو انت عندك اي حاجة سيبانها في الكومنتات وبعتزر في اخر الفيديو بس لان في ناس كتير جدا طالبة من المواقع ولكن لاسباب خاصة يعني ان انا اصور فيديو كل يوم وارفع فيديو كل يوم صعب شوية فحاول اعدم اقدر ان انا اطلع بفيديو كل فتح. بس كده صاحبي ده فيديو النهاردة واشوفك في فيديو تاني. سلام. اشتركوا في القناة